يعني تدري الأمور كانت حساسة جداً ما صارت بيناتكم مناكفات، ارتفاع بالصوت، حدة لأنه كل واحد يمثل مجلسة نظرة وكل واحد إلى حقه بلد محاصر والكويت أيضاً تعتبر نفسها مظلومة بسبب احتلال العراق لها أنا أقول لك ما قاله الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية الراحل كان يجلس إلى جانبي وأعتقد إما بالجلسة الأولى أو بالجلسة الثانية وأقول لك حرفياً ما قاله قال أشو دكتور ناجي يخاطب الشيخ محمد يقول لأ أخي الشيخ محمد والشيخ محمد يخاطب الدكتور ناجي يقول لأ أخي الدكتور ناجي إذا أنتوا أخوه بهذا الشكل إحنا ليش جالسين فهو عبر بهذا الكلام عن طبيعة ما دار بيننا في ذلك الحوار حقيقة كان كان حواراً راقياً وأخوياً بكل معنى الكلمة واستعرضنا فيه كل جوانب المشكلة بروح ودية وروح أخوية في يعني هاتين الجولتين أو الجلستين والتين استمرت أكثر من ثلاث ساعة وهذا كما قلت أول لقاء يحدث رسمي بين العراق والكويت بهذا المستوى وبهذه الأهمية اشتركوا في القناة